اللي أستاذة يسركة بتسأل لو هي جايلها عيديات ينفق تطلع منها زكاة الفطر طبعا عندها أي مال داخل للإنسان بيدخل في حساباته بخلاص بقى ملك لك يا جوز تخرج منه مات شاين وبيكون الأمر عند غروب شمسة آخر يوم من شهر رمضان المبارك لو تحصل عند الإنسان أو جاله أو هو عنده مال يكفي قوت يوم وقوت يومي ويزيد على ذلك بيخرج زكاة الفطر يا صاحبة السؤال فطالما عندي أنا جات لي بقى الفلوس منه عمل جات لي من عدية جات لي من أي شيء عندي قوت اليوم وزيادة يبقى أنا أطلع زكاة الفطر يا يسرى بالنسبة لسؤالك الثاني أنه في يوم يعني نزل الحيض وفي نصف اليوم يعني الساعة تلاتة أو اربعة وبعدين بتقولي هل بيحتسب لي الصيام طبعا أول ما يأتي الحيض يجب الإفطار بمجرد حصول العذر عند حضرتك والثواب على الإمساك حاصل إن شاء الله تعالى والأولى أن احنا نكسر صيامنا ساعة ما يأتي العذر ولا مانع بعد كده من أنك تنتظر الأسرة للإفطار معهم وربنا يتقبل من الجميع